السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة جدا والحية الاخبار اللي معنا النهاردة قوية للغاية ومثيرة لأقصى درجة ليه ايه؟ لان كل الناس عاستعرف ايه مرحلة جديدة في الحرب يعني اللي حصل حصل واسرائيل دخلت وعملتها بيتفكتها غزة بس مرحلة خان يونس ديها الأخطر خطيرة جدا وكل الناس عاستعرف اسرائيل بتعمل ليه في خان يونس بصاب ليه عاد الخسايا الممكن يكون كبير وضخط في صفوف المدنيين وفي صفوف الجيش الإسرائيلي نفسه النهاردة في مقالة نازلة في حقارتس منتهى الخطورة يجب ان حضرتك تطلع على محتويها في نفس الوقت كل الناس عاستعرف ايران في الاخر كده هتدخل الحرب ولا مش تدخل الحرب لان في مقالة رأي نازلة في فاقم طالصي برضو في منتهى خطورة ولازم حضرتك تعرف محتوى ايه؟ اخبار كتيرة واخبار مهمة جدا وخطيرة شنالك عليها وكشفنا التفاصيلها اذا ما لك القصة ملاوك وقال خامل إلي اسماعي الهنية ان ايران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر حسب ما افاد مسؤولنا مطلعون على المناقشات قبل اكشف الموضوع قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو change me حقيقة change me هو تجربة شخصية انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب ليه هو اللي قال لي عليه وقال لي كل الناس عاملية تشكر في المركز change me وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية ومفيش اي اضرار او اي حاجة سلبية دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر مش بس كده مركز change me اعوز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها سنة بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك change me هو مكان الصح سيب الحلقة اللي رابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حامل تابع معا نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب جزة الحقيقة موضوع حرب جزة مش هاين ومش سهل بلازم تعرف ان الحرب دي صعبة جدا بس اول سؤال بيفرض عليها ان احنا عرفه هو سؤال مهم جدا دلوقتي ايران هتخش الحرب ولا مش تخش الحرب السؤال ده جاوب عليه كاتب في فارب بارس يقولك على فكرة ايران مش هتخش الحرب لسبع اسباب وقال لك السبب السابع هو الفايد هو اللي مش هيخلي ايران تخش او تتحرك في الحرب دي اللي كاتب مقال ده هو اسمه اراش ريزن هات وده زميل لمحة الشرق الاوسط للدراسات الاقتصادية والسياسية في لندن ايه هم بقى السبع اسباب اللي الراجل بيقولهم ان ايران مش هتخش عشانهم الحرب قالك اول سبب لو جيت بص هتلاقي ان فيه دافع كبير جدا عند النخبة المتشددة في ايران لدخول الحرب وان النخبة متشددة شايفة ان يا جماعة ما ينفعش ان احنا نسيب حماس لوحدها لان بطبيعة الحال لو حماس سقطت حزب اللي هيسقط من خلفها وهيبقى الدور الجاي حرب على ايران وحرب شاملة جدا فياجب ان احنا نشوف او ننجد الطبقة الاولى في الدفاع بتاعتنا وهي حماس وان احنا ندفع على حماس ونستغل الوضع اللي دا يرفيه دلوقتي الحرب وان اسرائيل منشغلة بحماس ونخط حرب ضدها ونخش بقى نقل بالتانية بس الرأي دا او النقطة دي لازم تعرف انها نقطة ضعيفة لان لو خدت بالك انه بيدعو للموضوع دا هم متشددين فقط في ايران انما النخبة المتوسطة او النخبة المعارضة لازم تعرف ان هم مش مع الحده دي ومش مع الخيار ان ايران تذهب للحرب فده اول نقطة تثبت لك ان ايران مش هينفع انها تتحرك حاليا لحرب ضد اسرائيل لان فقط النخبة متشددة هي اللي ترى كده طب النقطة التانية قالك النقطة التانية ان لازم تعرف ان حاليا ايران مش هينفع انها تعمل حجد شعبي ضد حرب مع اسرائيل ليه؟ لان المجتمع الايراني حاليا متفكك بشكل كدير اولا لازم تعرف ان اخر مرة ايران نكحت انها تخوت حرب بتعم شعبي كانت حرب ضد العراق وكان صدام حسين كان بيغزو ايران فعشان كده الشعب الايراني كان واقف مع النظام الايراني انما حاليا ايران بتستدعي حرب او بتخش بحرب بعيد عن حدودها فلازم تعرف ان صعب ان انت تلاقي ان الشعب الايراني موحد خلف قيادته ده اولا ثاني حاجة لازم تعرف ان الشعب الايراني اصلا مش راضي عالقيادة بفضل اوضاع السياسية والاقتصادية اللي في البلاد فاصلا الايرانيين مش طيقين نظام الحكم بتاعهم ولو قامت حرب ضد ايران واسرائيل وحرب شاملة يجب ان انت تعرف ان الشعب الايراني هيكون صاخد اكتر على النظام الايراني وحتقوم صورات هتستغل لها امريكا واسرائيل ان هما يثيروا الصورات دي اكتر ويخلوا الصورات دي تتأجج في الجابهة الداخلية ممكن ايران تخسر الحرب بفضل الجابهة الداخلية ليس بفضل اصل الحرب مع امريكا واسرائيل نقطة الثالثة الراجل بيقول لك خلي بالك ان حرب مع اسرائيل او ان ايران تفتح الكابهات على اسرائيل لازم تعرف انها بتستدعي حرب امريكا واكيد اسرائيل حتوقف تسقف لما تشوف امريكا بتضرب في ايران ودي حاجة كانت اسرائيل بتتمنعها من زمن كبير فايران هي اللي بتستدعي امريكا للدخول ضدها خمس حاجة كتب شايف يا كتب شايف وان اسرائيل هتخوت حرب شاملة ضد ايران بشكل بل جدا اما النقطة السادسة اللي الراجل شايفها قالك اثار الحرب دي هتكون مدمرة جدا لو ايران فشلت في حربها ضد اسرائيل لان ده يعني سكوت الملالي انا واقف عند النقطة السابعة وهي اكتر نقطة مهمة جدا الراجل بيقولك اصلا اصلا مين قالك ان حماس تابع لايران شوف بقى كل اسباب دي قالك مين اصلا قالك ان حماس تابع لايران ده في اخر زيارة من عناصر حماس لايران كان خميني بيشتكي ازاي حماس ما اطلعتش ايران على خطة بتاعة 7 اكتوبر ده هو ده اللي كاتب بيقول وقالك ده يشير ان الموضوع خطير جدا كشفا ثلاثة مسؤولين كبار ليروي ترزن المرشد الايراني علي خامنئي وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما التقي في طهران في اوائل نوفمبر الجاري قائلا ان حماس لم تبلغ ايران بهجوم السابع من اكتوبر غلى على اسرائيل ومن ثم فان طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس تاني حاجة لازم تعرف ان حماس في الحرب السورية اللي كانت دايرة بين النظام الاسد والثوار السوريين كانت حماس اصلا بتدعم الثوار السوريين او اعضاء السنة ازاي بيقول فدي كانت واقفة ضد ايران وحماس لازم تعرف انها مش على نفس الصفحة مع ايران ممكن ممكن حركة الجهاد هي اللي مع ايران ودي حركة على فكرة اصغر بكتير من حماس بس حماس حاليا هي الاقوى وهي اللي بتسيطر على التعجز وهي اللي لها الرؤية العسكرية والاقتصادية والسياسية في قطاع غاز ماشي؟ فحماس اصلا اصلا مش مع ايران قلبة عنقالبة ما يستدعي ان ايران ما ينفعش انها تقود حرب عشان خاطر حماس دا من وجهة نظر الكاتب بيقول لك هما دول السبع اسباب اللي ممكن يخلوا ايران مش راغبة في حرب شاملة بس مش معنى كده ان ايران مش هتحرك الميليشياب بتاعتها لاستنزاف اسرائيل وفتح اكتر من جابها على اسرائيل على فكرة النهاردة الجيش الاسرائيلي اعلن ان هو ادمر هدفين اه اه افتجاه البحر الاحمر مش بس كده الجيش الاسرائيلي اعلن ان هو اعترض صاروخ باليستي تم اطلاقه من اليمن على اسرائيل متحدث باسم الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ارض ارض قادما من البحر الاحمر وادعى ان اسقاط الصاروخ ايضا جاء في البحر الاحمر دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل باستثناء ان الصاروخ المستخدم في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن هو صاروخ من منظومة حيتس التي عارة تعترض الصواريخ في المجال الجوي للكرة الارضية في الغلاف الجوي للكرة الارضية والتكلفة اطلاق صاروخ حيتس واحد تقدر بمليون دولار لفت للنظر في موضوع حزب الله اللي عمان يصيب جنود اسرائيليين وعلى فكرة انا عاوزك تبص على حقتين عاوزك تبص ان الحالفين بيطلقوا صاروخ باليستية بكسافة يعني يوميا تريبا احنا بنبص على صاروخ باليستي او مصيرا بيتم اطلاقها من اليمن تجاه اسرائيل او عملية اعتراض لسفن اسرائيلية في باب المندب وفي نفس الوقت حزب الله غير الاستراتيجية بتاعتها بقاش يقصف صاريخ وخلاص بقى يقصف ويصيب جنود اسرائيليين يوميا بس يوميا بيعمل كده الموضوع ده يشير ان ايران بتحرك الاسرع بتاعتها صح بس مش معنى كده ان في حرب لحد دلوقتي حزب الله ما عملش غزو وشامل لشامل اسرائيل خالص حزب الله ما قامش بعملية براية حتى صغيرة او محدودة على الحدود مع اسرائيل ما قامش بقيل الحوثيين ما قفلوش ماضيك باب المندب ما ضرقوش صفن امريكي ما عملوش الكلام ده عشان بنتكلم على منواشات عسكرية وتاني احنا وصلنا لتفاهمات عسكرية خلال الاشهر الماضية دي او الشهرين اللي فاتهم الحرب ان حزب الله حيتحرك عسكريا بدون حرب شامل والحوثيين دي يعملوا كمثل خيس ايه اللي انا عاوز اوصله بالنقطة دي اللي انا عاوز اوصله ان ايران بتستفيد من الحرب انها مش عاوزة تخط حرب يجب ان انت بتبع عارف كده كويس ودي دعاية لايران طول ما الحرب بشغيرة نقطة التانية هي نقطة الحرب تيكتيكيا ايه اللي بتعملوا اسرائيل في جزة حالية اللي شرح الموضوع ده مقالتين مقالة نزلة في وصري جونيال بتكملها مقالة من صحيفة اسمها ريتس المقالة بتاعت توصي جونيال في منطقة خطورة تقولك ايه تقولك على فكرة خد بالك ان النهاردة افيكاي ادراعي او ادراعي نزلت صورة لاعضاء حماس موجودين في نفق وبيعملوا اجتماع وانا قلت الكلام ده في اللايف قلتلك يا جماعة الانفاق دي مش مجرد انفاق زي ما اسرائيل كان بتشبهها في الاول اللي هي محطة انفاق مترو لندن لأ هو مش محطة انفاق مترو لندن انه هو انفاق طويلة كده وخلاص ده مدن تحت الارض تها قاعة اجتماعات ومطبخ واكل وشرب ولانت عرف خلاص فاسرائيل عرضت صورة لقاعة اجتماعات في احد الانفاق القاعة الاجتماعات دي او القوضة دي فيها قادة من حماس وافقاي الدرعي اعلن ان جيش الاسرائيلي صفى خمسة من الناس اللي كانت موجودة في الاجتماع ده طيب وصل الجونيال بتركز عن حتة دي وتقولك على فكرة الواضح من الموضوع دة حاجة مهمة جدا ان اسرايل بتصفي القيادات الوسطى في حماس يهي القيادات الوسطى بلو اي جيش بيبقى له دا سلسل في القيادات قيادات عليا وقيادات وسطى وقيادات صغيرة اللي بينفز بأيديه هي القيادات الوسطى يعني القيادات العليا بتحط خطط ماشي انما تطبقها بيقع على عاطق القيادات الوسطى والهما مش قيدار القادع مش يحيا السنوار مش محمد عدير. لا. كيادات اقل منهم. دول بينفزوا. الكيادات الوسطى دول. خطار ليه? بان هما دول اللي بيحطه الخطط اليومية. مش الخطط الكبيرة. خطط اليومية. حط افهاه خدفين نتحرك فيه نعمة له كده. فهم اي رسيك؟ خيادات الوسطى دول خطار جدا. اسرائيل بدت التصفي الكيادات الوسطى وكوناهم ان هما يصفوا خامسة. ده معناه ان هما ادروا ان هما يوصلوا التسلسل وادروا نهما يحطوا قديهم على القيادات الوسطى اللافت للنظر ان العدد كبير خمسة طيب بس الكاتب يقولك ايه يقولك كله بالك نقطة مهمة جدا برغم ان اسرائيل قضت على القيادات الوسطى اللي هم خمسة دول حماس ما زالت قويه ده بالعكس حماس دلوقتي بتزداد شراسة ضد الجيش الاسرائيلي في المرحلة التانية من الحرب حماس بتقصف تل قبيب لحد دلوقتي معدل القصف الساروخي تل قبيب ذات ما بقاش كل اسبوع ده بقى كل يوم فالموضوع خطير حماس تصبح اكثر تماسك واكثر قوة برغم ان القيادات الوسطى تصفر فده معناه ان حماس قويه تاني حاجة لازم تتعرفه ولازم تتأكد منها ان انت بتتكلم ان الحرب عدة منها شهرين واسرائيل وسطت لخمسة فقط من القيادات الوسطى القيادات الكبرى فيه فيش فيه فالموضوع ده يثبت لك ان في حاجة غلط وان بالفعل اسرائيل عندها مشكلة في الاستخابرات بتاعتها لان هما فجأة كده بعد ما كانوا متطمنين تماما ان هما عندهم اسم اسم بمكانه ببيته قبل الحرب دلوقتي مش راقين حد دلوقتي بيصفه القادة دول وخمسة فقط من سلسلة القيادات والنظام القيادة في حماس ما تهزش وصنع القرار واتخاذ القرار ما تهزش دي نقطة يجب الاعتراف بيها الحماس وهنا الراجل بيحاول ان هو يخفف من الاعلان الاسرائيلي هل يبقى لك اسرائيل لحد ما انا بكلم حضرتك ما حصلتش على ولا انجاز عسكري ايه الانجاز العسكري ولا استعادت قسرة ولا ضمارت كافة انفاء حماس ولا قتلت حسنور عاملين يقولوا اصلحنا قضينا اصلحنا عمالنا اين القصاب فين بقى فيش فالانجاز العسكري ده حتى كاتب ووس تي جونيل على فكرة ووس تي جونيل دي من اقرب الصحف الاسرائيل من اقربها واكثرها ثقة وقربا لاسرائيل لدرجة ان اسرائيل بتتنزل فيها اعلانات عن اه الحرب بتاعت سبعة طوبة لحد دلوقتي بينزلوا اعلانات هي وصحيفة نيويورب تايمز برغم كده كاتب بيتفهمين الانجاز ده بيقولك ايه اللي بيكمل المقالة دي مقالة تانية نزلة فيها اارتس المقالة تاعتها اارتس هي الاخطر بيقولك ايه بقى تكاتب بيقولك على فكرة اسرائيل لو خدت بالك عمالة تخش بتاعت منطقة كان يومس دي بمنتهى العنف بسرعة هل مثلا لان اسرائيل تشعر انه ما عنداش وقت كتير هل اسرائيل بتاعت تشعر بالضغط الغربي اللي عليها ما نعرفش بس لازم تعرف ان اسرائيل ما بتاعتش يشتغل بسرعة فقط كسرعة في القصف او كسرعة في التحرك لأ سرعة مع دخول عدد ضخم من الكوات اسرائيل بتدفع عدد ضخم من الكوات والعدد الضخم ده تعرفه منين تعرفه مش فقط من اعلان الجيش الاسرائيلي ان هو حرك ثلاث فرق تجاه خان يومس لأ تعرفه من حجم القتلى بتوع الجيش الاسرائيلي النهاردة اتقتها لسبعة الرقم ده ما كانش بيتشاهد في اول حرب ده يزبط لك ان اعداد الجيش الاسرائيلي المنتشرين كتير نفس الوقت ده يزبط لك برضو ان اسرائيل في حاجة الاستدعاء الاحتياط عشان تتحرك اسرع كل ما اسرائيل عاوز تنجز الحرب بشكل اسرع يجب انها تستدعي الجنود اكتر وما يزبط ان هما هيستدعون الاحتياط وحيدخلهم الحرب خلي بالك اسرائيل كمستدعية الاحتياط ده في اول حرب بس ما دخلش في عمليات قتالية دلوقتي الاحتياط هيخش في عمليات قتالية لان اسرائيل بتعمل على كافة قطاع غزة فلازم يزيدوا عدد الجنود عشان يحسنوا بمعالكة بقى احنا بقى شهرين وده شهر التالت عايزين ننجز هيدخل جنود اكتر والرجل بيقول ان لو اسرائيل دخلت الاحتياط في عمليات قتالية اللي احتياط مش جاهز مش متضرب كويس اللي احتياط لأ في مشكلة وانا جبت لحضرتك قائد قوات الاحتياط اللي تلع قال لك قواتها مش جاهزة لو دخلوا عمليات قتالية ضد قوات حماس الكمان هتزيد القتل هيزيدوا الضغط هيزيد على نتانية نتيجة الاسرة ونتيجة القتل اللي حيقعوا في الجيش الاسرائيلي بس الكاتب بيقول ان خلي بالك ده يزبط لك ان فيه هرجالة في الجيش الاسرائيلي فيه مشكلة في القيادة في الجيش الاسرائيل يعني احنا في مقالة جونير ملقناش المشكلة دين اقناها في الجيش الاسرائيلي ليه؟ خد بالك انا جبت حراء لك خبر ان نتانياهو كان عقد اجتماعه ومؤتمر صحفي بدون ياقوف جالانت ما يكون موجود وانا كنت في اللايب وقلت الكلام ده ياقوف جالانت ما كانش قاعد في اجتماع الحرب او مؤتمر الصحفي بتاع الحرب ده ما حضروش ولما الصحفيين سألوا النتنياهو يقف جلانت فين قال لهم ده قراره بقى معرفش هو شكله مشغول او كده اقترحت على وزير الدفاع مؤتمرا صحفيا مشتركا وهو قرر ما قرر وانا اعتقد ان المهم ان يسمعنا المواطنون انا افضل العمل المشترك في مجلس الحرب بايز بتلك ان ده في انكسام والانكسام ده نابع ان نتنياهو بيتدخل في العملية العسكرية نتنياهو عليه ضخوط من امريكا فعاوز يحسم العملية العسكرية والتدخل رئيس الوزراء قال لي بالك نتنياهو خرج من الخدمة بقى له كتير وما كان شقاء ده عظيم يعني ده كانواد فاشل فيجي يقود عملية عسكرية يخربها فالتدخل ده من الحكومة تجاه التحركات العسكرية هعمل ارباك وهعمل خسائر وخد بالك احنا بيتكلم على غزة لسه في الشمال حزب الله بيكسر الشمال ده انا هقول له حولاك حاجة انت عارف يا اوف جالانت وزير الدفاع ايه قال يا جماعة معلش كل الناس على بعد تسعة كيلو متر من الحدود اللبنانية ما يفعش يعودوا دلوقتي لحد ما الحرب تخلص ده اعلان هيزيد الضغط للناس الموجودة على الحدود الشمالية دي دول اصلا بيتظاهروا لان فقدوا فرص عملهم دول كانوا شغالين بيأكلوا ويشربوا عايشين سابوا مستوطنات بتاعتهم ورجعوا فدول حيتظاهروا مع اهل الاسرة الاكتر من كده ان النهاردة نتكلم ان يا اوف جالانت في مؤتمر صحفي يقولك ايه يقولك ما يفعش نخسر الحرب لو خسرنا الحرب اسرائيل مش هتعرف تعيش اي منطقة واي قوة قادرة على العمل سنفكيكهم جميعا على كل مستويات وسلسلة القيادة وكل منظومات المنظومات الحربية والاسلحة مين ان اسرائيل تكسر الحرب يا جماعة اسرائيل تكسر الحرب ده احنا بنردده في الاعلام عندنا توقعات صحفيين كراءة انما يطلع وزير الدفاع الاسرائيلي يقولك او يتحدث عن كلمة خسارة اسرائيل الحرب دي كلمة تردد على لسان وزير الدفاع من امتى دي حاجة غلط في اسرائيل تاني وانا كل فيديو حاعد اقول لحضرتك عليه الموضوع ان اسرائيل مش هينفع تستكمل الحرب في المدة اللي هي طلبها شهرين او تلاتة مش هيحصل مش هيحصل فالموضوع ده خطير جدا في الاخر يا رب اكون شاهد حضرتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب انصر مصر رب انصر العرب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين